السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لروبوت ده open source مهمته ان هو يدرب الروبوت على الكمبيوتر بمعنى ايه؟ بمعنى ان نلقاوك ان احنا بنضرب الروبوت على الواقع اللي احنا عايشين فيه يعني بدي له امر معينة هو بيبدأ يخبط بيبدأ ان هو يتعلم من الاخطار بتاعته ولكن ده كان طبعا مكلف وكان بياخد وقت وجهة وحاجة مثل كده فدلوقتي ليه الروبوت وفيه حاجة تانى برضو اسمه دكتور ايريك الاتنين دول بيدربوا الروبوت على الكمبيوتر يعني بيدخل معلومات خاصة بكل حاجة حولك الماتيريال والجو والرياح وكل حاجة هو بيبدأ ان هو يتدرب عليها هو انا مثلا بيبدأ يتدرب مثلا على الهاشل ازاي يتعامل مع الهاشل ازاي الاوزان الحاجات ده كلها ده بدون اي تكلفة خالص على كمبيوتر فبيبدأ ان هو يتدرب ان هو يتعامل مع حاجة وبعد كان برمج بيها الروبوت فبيبدأ ان هو يتفاعل كان هو بقاله سنين متضرب على التقنية دي على سبيل المثال مسلا ان هو يبدأ ان هو يداره يمشي ويتحرك ومسلا فوق كرة مطاطية لو احنا عملنا في الواقع بتاعنا ممكن يعكس مرة ويتكسر وتبقى فيه تقارب ونعد اشهر ندرب فيه انما على الواقع الافتراضي او على الكمبيوتر هو بيبدأ يتدرب ويغلط ويبدأ ان هو يصلح لنفسه ويبدأ ان هو يتعلم من المعلومات اللي احنا من ادهاله ان الكرة دي مثلا ايه المتريع بتاعتها وايه الخاص الفيزيائي بتاعتها فبيبدأ ان هو يتضرب عليها ده حيث اول ما تحط بقى السوفت وير اللي التضرب دوت على الروبوت الحقيقي يبدأ ان هو يتحرك فعلا بشكل كويس فطبعا دي قفزة من قفزات الروبوت هيبدأ يتضرب على الحياة نفسها يمشي ازاي لما يكون فيه حشائش يمشي ازاي لو فيه سايد ووك فيه سوق وهكذا يبدأ يتضرب على الظروف المختلفة ويبدأ ان هو يتفاعل معها يعني يمشي هنا بطريقة ويمشي هنا بطريقة وين بطريقة حسب الطريق المتريع اللي موجودة فيه